هكلمكم عن الماتش بقى يعني من خلال التشكيل للفرقتين بدايات الماتش نفسه ان شفنا الانتر برضو يعني متماسك جدا وقدر ان هو يخش في الجيم زي ما كان البعض متوقع في مباراة النهار ده اخد رأيك في الماتش والتشكيلة للفرقتين عبد الرحمن بوسر كابتن التشكيلات ما فيهاش حاجة يعني تشكيلة الستي ممكن فيها ولكر هو الوحيد اللي كانوا متوقعينه يبدأ مثلا ولكن برضو في الاخر اللي لعب ونانس كلها بتلعب يعني مفيش حاجة شانيع بس انت بتقول ان هو الكر كان مفترض انه يبقى هو مواجهة مع دي ماركو نحي الشمال مثلا كان ده سيناريو فما حصلش ولكن يعني ما اعتقدش انه حصل تأثير قوي بسبب دي جوه الملعب يعني ولكن المباراة بشكل عام انا بقول انه انتر ميلان نجح بنسبة كبيرة اصل فوارق كبيرة فوارق كبيرة فانت عاش لما تقلب المباراة خمسين خمسين ده اول نجاح لجوه المباراة وديت قلبة خمسين خمسين فعلا انتر ميلان ده تشكيل انتر تشكيل انتر معانا بالضبط لا بخمسة طبعا كالعادة ودي عمتل طريقة تسميوني انزاجة يعني طول العمر يعني خمسة اتنين ايا كان حتى ده كان يمكن من اسباب اختياره ان هو يمسك انتر ميلان بعد كنتي ان هو كان بلعب نفس الطريقة وهم برضو بيفكروا بشكل انك تجيب مدرب لايق على المجموعة مش مدرب وخلاص وباكده يقولك ده الناس دي مش من اسباني لا طبعا كان الموضوع مرتب يعني فقدرت الانتر ان هو يقلب المباراة بدني جدا في الاول اللي تحمد كانت في منتهى العنف يعني عنف غير طبيعي مش عنف عادي حتى استحواز الستيتي ما كانش فيه اي خطورة فمباراة اتقلبت خمسين خمسين وزدق على الموضوع اصابة دي بروين طبعا طبعا وهي اصابة موربيكا جوا الملعب وعامتا موربيكا دي الأجواء كويلها تاني مرة دي بروين يكون اخساره منشلسي السيتي في النهائي كان معاك شلسي طبعا وده المرة التانية كانت حاجة موربيكا تقريبا في نفس التوقيت برضو كان في الدقيقة ستين المرة الفاتت انا حتى بصيت يعني من باب الفضول كان لها بشوية منشلسي التانية لكن المرة دي كانت بدري جدا والحق بصيت يعني انت ممكن تقول انه اي مركز ممكن يكون فيه بديل جيد في السيتي يمكن دي بروين الوحيد اللي فيه منه من نسخة واحدة في العالم يمكن مش في السيتي بس يعني انت لو اي ظهير او اي حد من الثلاثة اللي وراء اممكن وولكر يقوم بالموضوع اممكن حد في النصر لكن ده بديل الوحيد حتى اللي هو صعب جدا تعويضه فدي كانت ضربة وفودن لعب في النصر مرابي كان اول مرة اشوفها انه فودن يلعب لخم وعشرة انا يعني ما ظنش ان هو لعب بشكل صريح يعني هو لما حتى كان بيطلع دي بروين في البريمير ليج كان بيقلبها فلات خالص بقى الارباع اللي قدام مفيش حد تحت الفرود بشكل طبعا لكن المرة دي كان فودن هو لكن يعني عشان ما طولش هو بقول انه انت رمان نجح بشكل كبير حتى اه سيتي طبعا فاز بس ما فازش بالسيناريو المفضل ليه طبعا وفاز بهدف ممتاز بكل حاجة بس بهدف مش بالسياسة الطبيعية بتاعة سيتي اللي هو الاستحواز بمفتة وفيق طبعا وارتكب اخطاء لا خمسين خمسين يعني قبل الهدف كان ممكن انتر يسجل بعد الهدف كان ممكن انتر يسعادل ولكن قدر ان هو بعدين وقعية جديدة بقى من جورديولا بعد الهدف لا استحواز برنادو سيرفا بالذات انا 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 حسيت انه انه في تعليمات انه برنادو سيرفا هو اللي يبقى افتر واحد يمسي الكورة لان راجل بيعرف استحوز الكواس جدا بيروح وبيرجع لانه مش عايز يروح اجون ومش عايز يفقد الكورة عايز ياخد فاول عايز يهدي الرتم تماما فجورديولا طبعا من من الساعات اللي اتلاساها وقعية جديدة جدا جدا بعد ما اسجل الهدف وقال لك انا مش عايز حاجة تانية انا عايز اكتب تانية انا عايز اكتب تانية ازخرك بالمباراة وخلاص صحيح